السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة بوسيت كويزين او شهيوات او منذار كنرحب بكم من جديد مع وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله سنقدم لكم مركز الليمون مركز البرتقال و مركز الليمون حامد كي يجيوا الصراحة زوينة بزاف طريقة اللي هي سهلة و المهم هو ان انا كنستعملوهم بزاف في الشهر الكريم يعني في شهر رمضان و كنحتاجوهم يعني هكا يكونوا هما اساس دل العصائر الرمضانية كنتمنى انكم تجربوا لبنات هذا المركز دل الليمون و مركز دل البرتقال سأعجبكم بزاف بزاف بالنسبة الحامض او الليمون الحامض فانا عندي هنا كيلو دل الحامض و زيدي عني واحد جوج حامضات يعني ماشي مشكل بالنسبة الحامض هنا انا جابوا لي مول داركم عارف انتقالي دل رجال جابوا لي شوية كبير يعني شارف غسلته مزيان في الليل ندير الماء والصابون باش نغسل الماء و ندير هذه الحلفة باش نغسل الماء او الشبكة و نغسل بالصابون و نشللهم جيد من الماء و عاود نغسله بالماء في الخل سوف نخليه لهوا للبرتقال و نجعلهم ينشفوا الليل الكامل و نستطيعهم و نستطيعهم في الصباح و نستطيعهم و لما عندكم الوقت نشفهم بشيء نقي باش نستطيع الوقت و كيف تشمعي هنا انا اخذت الحامض سوف نستطيع البرتقال لتحكم لكي تنقل الماء و نخلق الماء و سننتطيع البرتقال سوف نقطع البرتقال لكي لا يجوز لا يكن العمل لحضر الكاملة و نبدأ البرتقال سوف نعصر الحامض في العسارة اعطي القشور نصف كيلو السكر حبيبات سوف نصف كيلو سكر نصف كيلو سكر سوف نرمل السكار في قشور الحامض يجعل الحامض ضغيئ يترمل يجعل الحامض يجعل الحامض يجعل الحامض ثم سوف نضع الحامض يجعل الحامض يقوم بإغوى القشور الحامض ستغلق الحامض سوف نحضر المركز للبرتقال يمكنك استعمال الماندارين نفس الطريقة التي قمت بها في الحامض سوف نقوم بها في الليمون نضيف القشرة الحالة سوف نقوم باقرة جلد البرتقال سوف نقوم بجلد البرتقال سوف نأكد على هذا القادية سوف نقوم بجلد البرتقال قطعت قشور الليمون كاملين قطعته ونصر العصير بالنسبة لجوش كيلو الليمون نستعمل كيلو سكر سنيدة يعني كل نصف كيلو نصف كيلو سنيدة نستعمل كيلو سنيدة و الضوء يكون حسب الضوء نستعمل كيلو سنيدة لا تكترون كيلو سنيدة و لكي نقصوا كيلو سبعمية او ثمانمية ولكن مني ستضيف العصير السكر سيضيفون السكر لانه سيأتيكم مر كيف شمعايا نرمل هذا السكر سنيدة مع القشور الليمون و نضيفهم جانبا حتى يشعر سنيدة في زجاج نضيف هذه القضية نضيف العصير الليمون لكي نستغل الوقت كيف شمعايا هنا ترمل يعني و لسدين بحلة فازقة و هنا أعصرت هذا العصير ذي الليمون كذلك أعطاني اترو تقريبا دي العصير الليمون يعني كل كيلو دي الليمون أعطاني السيدرو دي العصير سنخلط هذا العصير ذي الليمون مزيان مع هذه السكر سنيدة نحاول نخلطه مزيان و نفس الطريقة اللي درت الحامض سنضيفها معاكم هنا نستعمل هذه السوبرات اللي عندهم الغطاطين و من الأحسن الصراحة هذه السوبرات اللي عندهم الغطاطين يسهرق لكي تبقى كل ساعة تحركهم و لا يأخذوا لك وقت طويل و هنا وضعت هذه الخالات ذي الليمون القشور الحامض مع السكر والعاصر قريبا مع ثلاثة دابليا سكرين ربعة السوعة ربعة السوعة تقريبا نغطيهم و نحركهم مع التحريكة خفيفة نغطيهم و نجعلهم جانبا تقريبا تقريبا ربعة السوعة حتى ربعة ونص دي السوعة تقريبا يعني من 11 تصباح لثلاثة الأشياء بحالكة ربعة السوعة و مرة مرة نحل عليهم الغطاطين و نحرك و نحرك كل مرة نهز و نحرك هذا السكر الذي يحبط تحت في القعر حتى لا يكون نهائي و لا يوجد وقت لكي تحرك كل ساعة سوف تصابه بالليل و في الصباح سوف تقريبا تماما كيف تشبع السكر لا يوجد الليمون و لا الحامض سوف ندخل المرحلة الثانية التي سوف نصفي فيها هذا البرتقال و هذا الليمون يعني هو قدما بقى وقت أطول و قدما أحسن يعني من الأحسن لو أنا بالنسبة اليابح كان بغي نصور بالنهار يعني ممكنش لي نصور بالليل فضلت أني نصابه بالنهار بالنسبة لكم الذين لم تصور باوالو من الأحسن ديري هاكم مورليشة صابه من مورليشة و خليه أفص صفي هنا كنحاول أنني كنمعس هذوك القشور ديال الليمون باش كي خرج ليا هذيك العصارة كتخرج ليا كامل يعني مكيبقاش ليا نهائيا العاصير مع مخلطة مع القشور و غدي نصفي الكيمياء اللي عندي كلها بنفس الطريقة و سمحوا لي إلاجكم الفيديو طويل شوية ما عنديش كندير الخدمة شفي الخدمة بزاف يعني تجوج أنواع ذات الليمون الحامض في فيديو واحد راكني كده غير ليمون و حامض كل واحد في فيديو أنا فضلت أني نشركهم لكم في فيديو واحد باش تستافدوهم بلان قد نطوع عليكم بقوة الفيديو واتس و إن شاء الله في الفيديو الجاي إن شاء الله في الفيديو الجاي سنقدم لكم عصائر بهاد المركزات هذا و كيف الشمعية هناك يكون عندي واحد المركز بحسيره هنا سنضعف هذا السوبيرا سنضعف جانبا بلما نصفي هذا العصر الحامض و هنا هذا القشور الليمون في السوبيرا لا نحتاجهم في الكيك نحتاجهم الحلويات كثير في الوضع المتلوح يجب من قطاع أعطاء من القياس تقوم بقياس 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 نعصر بنفس الطريقة نعصر بالمعلقة حتى تخرج العصارة الكاملة اللي كانت في القشور لا تصبح قليح أي شيء وكيف قلت لكم هاد القشور هادو كنح سافض بهم فحة العلبة تكون صغيرة وهذا هو المركز دين الحامد اللي تحصلنا عليه سيكون بهذا الشكل هادا قبل ما يتجمد سيكون بهذا الشكل هادا حتى هو غن وضعه في نفس العلبة هادو القشيرات اللي قلت لكم احتفظنا بهم فال العلبة هادو صغيرة وراء عندي اكا وكيف قلت لكم هكا يعني كتنكهو بهم اي حاجة اكا جبلي تدريف كيك تدريف صابلي تدريف بزف ديال الحاجة يعني احنا بزف الحواج كنستعملو فيهم هكا القشورة الحامد وقشورة الليمون احنا راني ادخلتهم الكونجيلاتور حتى الغدين ان شاء الله باش نجبدهم ونوريكم الشكل اللي هاي كيفاش يكون وهنا راجوني السوبرات كبار وعاوت غيرتهم هادو السوبرات اللي صغار لان هادو كشدو لي المساحة بزف في الفريغو هذا هو الشكل اللي لهم بعد ما دازت عليهم 24 ساعة راح مكي تكون جلا وش ركيب قوي بهذا الشكل هذا و العاصر البرتوقال مركز البرتوقال راكي يكون بحاله بحال المركز للحامض غير هو المركز للحامض شوية يجمد عليه يعني ماشي بحال بحال كنتمنى الابناس ان الوصفة ديالي يومتنا لإعجابكم اكيد غيرتعجبكم لانا كنحتاجوها في الشهر الكريم اللي يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطلس العمر ان شاء الله و بالمغفرة ديال الدنوب يا ربي هذا هو المركز ديال الليمون إلا بغينا نديرو في اطرو ديال العاصر كنستعمل كاس ديال العنباء في اطرو ديال الماء وعد كتضيفي الفاكهة اللي انتي بغيتها كتدري فريز كتدري كيوي كتدري بورسو تفاحو البانان يعني انتي كتدري المركز والفواكه يبقوا من الاختيار ديال كيف تلكم انا غادي اقترح عليكم عصائر بهذا المركزات هادو وهذا مركز الحامد كيف الشمعية يكونوا مرملين لباد الشكل هذا و بالنسبة لأ بغيت اخدي غير كاس واحد فقط اخدي معلقة في كاس يعني معلقة كبيرة في كاس ديال الماء بغيت اضيفي لها ما بغيت اضيفها في الاختيار كيبقاء ديالك وحتى هو نفس شيء يعني كتدري كاس ديال العنباء كتدري في اطر ديال الماء وكتضيفي في فاكهة اللي بغيتها و الحمد يكون شوية مجهد على البورسوقان يعني لا تكتروا منهم لا تدري كاس كامل نتمنى ان انا وصفة اليوم اعجابكم ونكون نفتكم بشي حاجة سنقول لكم شكرا على مسابعة الفيديو الى فيديو قادم ان شاء الله لا تنسوني شمال لايك والبرتاج مع الحباب والصحاب واللي ما زال ما تشتركتش في القناة كنرحب بها تشترك في القناة مع السلامة